ما هي الطريقة للتخلص من ادمان المحرم يا مولانا? اولا انه ما يقعش في الادمان اصلا. يبقى ما يدخنش لان مفتاح كل ادمان التدخين. مفيش مدمن الا مدخن اولا. يدخن اولا وبعدين يدي له حاجة في السجارة. وبعد كده يقول له خد مع السجارة المحشية دي القرص ده كمان. عشان تزبط دماغك اللي عمرها ما حتزبط. واخد بقى ويبتدي بقى تقعد مع ايه? مع سبانية السوق. لكن لو انت مش مدخن مولوش سبيل عليه دخل في جسمك حاجة غريبة. تفهمت بقى ازاي? يبقى اول حاجة ما تخلش الباب اصلا. باب الادمان. ان انا اقطع عن نفسي التدخين تماما. وما عودش مع مدخنين. كمان. ليه لان حشم منهم. وبعضهم كمان مش بيدخن تدخين عادي. ده بيدخن بتدخين مغمس. بيغمسوا بحاجات تانية. فهيبتدي ايه? يدلني على حاجات انا في غنى عنها. يبقى اول حاجة ما ادخلش في المسألة دي. طب دخلت بقى وقعت يا مسكين. تروح في ايه? في علاج الادمان. فيه مصحات علاج الادمان. فيه مجانية وفيه بالفلوس. واول حاجة تعملها ترمي شارحت الموبايل علشان تليفوناتك عند الشلة المجرمة اللي حتطلبك وتوزك تاني وترجع تاني. يبقى ايه? وبعد ان تندم على مفاتك. وتكثد من ذكر الله. وتعيد بين يدي ربك وانتساجد كده ان ربنا يخرجك من الازمة اللي انت وقعت فيها. لانها ازمة من السهلة. فهمت? لان مضمن خمر كعبد وسط. فمضمن اي درج من الدرج اللي بتتاخد دي والادوية دي كأنه عابد لهذا الدرج. فالامر مس سهل برضو. عايز مخالفة نفسي قوية. عشان كده نسبة الرجوع بعد العلاج كتيرة. فهم? يبقى لازم اولا الوقاية خير من العلاج اصلا. كيف لا امل في العبادة وطلب العلم يا مولانا بمجاهدة النفس. وبصحبة الصالحين. فاخد بالك صحبة الصالحين بتدي لك همة. مين بقى انت في طلب العلم? توصاحب ايه الطلبة اللي بتذاكر كتير. اللي بتحب العلم. توهم تتعدي منهم. يعني انا مسلا نحاول لك حاجة. انا ما دخلت كلية الطب كان في طلبة كتير مقضيين ايه? مدة الدراسة في كلية سوق في الكافيتريا. ويجي اخر السنة يشوف ايه المقرر والمهم ويغيب له شهرين وهما طالب اسكية. يقعد يحفظه و بينجح بس يجي بمقبول. لكن ما يجيبش درجة عليا. فيهم تزليه واحد درش المحاضرات. فانا عملت ايه? عملت خطة. قلت ان انا هتعرف الكلية بالطلبة المجتهدين بس. اللي هم بيحضروا محاضرات وعندهم دقب وبيلخص وبيزاكر. عشان ده حتى لو قعدت تشرب معكم باية شاي هتبقى منقشة علمية. هو لك فاكر المحاضرة بتاعتني بارح والدكتور قال كزا وانا روحت في البيت بقى وزحت فيها ولقيت. فلما تصاحب الناس الشطرة دي تتشطر يا اخي. فهمت ازاي? ففي اي مهنة كده انا عايز ابقى نجار شاطر. اصاحب نجار شاطر. واشتغل عنده صناية شوية. القط منه التكات بتاعته الحلوة. بعد كده هلاقي طلعنا. لكن انا عايز ابقى نجار شاطر. واروح اشتغل عند حداد. مش حينفى. فهمت ازاي? مش عمري ما حابقى نجار. فهمت ازاي? يعني اي حاجة في اي مهنة. عايز ابقى طباخ كويس. اعمل ايه? اعد في المطبخ مع ام اللي هي شطرة في الطبيق. تقول لي التكات بتاعتها? اهو اتصل بالشيف شيربيني. ومن كان على شاكلته. واخد بالك ازاي? بس الشيف شيربيني تقول ما هو بيطبخ في التلفزيون بيصلي عن نبي وبيقول مدد يا رسول الله ويا سيد البدو. نمشرك. نمخى كل اكله وما تقولش قوله بس. حاجات غريبة يعني في ناس اسلاح عجيبة كده. طيب. يبقى انت عشان ما تتملش من العلم تصادق العلماء. هتلاقي حياتهم علمية ونشطة. تقوم ايه? است النشاط معدي والكسل معدي. والخبة معدية. وايه? والنصاحة معدية برضو. فهمت? وعشان كده رسول الله سبحانه بيقول ايه? فلينزر احدكم من يخالي. واتبع سبيلة من انا بقى الي. لكن هقعد مع العيال الخيبانة اللي طول النار قاعدة تتاو وعلى الواتس وعلى الفيسبوك وقاعدين ماشيين في النواصل وبيروح النوادي. وما بيذكرش اللي اخر اسبوع بعد ما يعرف ايه المقرر وايه المحزوف. ايه بقى عمرك ما هتطلع شاطر. تقيمت بقى ازاي? هل يمكن للشيطان ان تتمثل في سورة الشيخ? اه ممكن. لان الشيخ مش نبي. بعضهم قال لا يمكن. غلطان اللي قالك لا يمكن. الشيطان لا يتمثل في سورة الانبية لكن يتمثل بايه سورة بعد كده. وعشان كده لما يجي لك سورة الشيخ في منام. شوف قالك ايه? واعرضوا على الشرع الشريف. فان كان موافقا للشرع الشريف فبها ونعمت. وان كان مخالفة فاضرب بها عرض الحوائق. واضح? بس ادي كل الحكاية. هل يمكن المريد ان يصل بدون شيخ? يكون على درجة مريد مصاحب لشيخ? كل فضل الله واسع يا عبد. ممكن ربنا يوصل لك من غير حاجة. من غير ما تسجد سجد. ربنا القادة يا سيدي. يجتب إليه من يشاء. ده في واحد عبد. ايام النبي كده عبد. اصمر. دخل على النبي وبقى رسولة النساء. الانسان. فيها صفة الجنة. فقال اشهدوا ان لا الى الله عند بداية القراءة لما شاف نور النبي. واشهدوا ان محمدا رسول الله. وسمع السورة لما وصل لوصف الجنة شهق فمات. فدخل الجنة بغير سجدة ولا حتى غسل ولا عمل حاجة. ربنا اختاره جد. ما تعابوش في حاجة يا اخي. فهمت ازاي? لكن العادة العادة بتقول ان المريد عشان يصل الى مولاه بمعارفة الحقائق اللي لابد ان يسلق على الشيخ. دي العادة المستقرة. اما بغير ذلك فانت في خطر. قد تصل وقد لا تصل. واذا وصلت لا توصل غير. واضح? يعني قد يصل بقى برده. يبقى عنده بعد شبهات. محل هالو الشيخ. مو ماشي لوحده. فهمت? يعني ينفع تبقى دكتور من غير ما تدخل كلية الطب. تقرأ كل كتب الطب وتحفظها. وما دخلش كلية الطب. ولو قفت مع الدكاترة وهم بيمروا على سرير المرضى. وبيتناقشوا على المرضى ويحطوا ايديهم على المريض. عشان يشخص العلة. واخد بالك زي. وبعدين يدخل قط العمليات. ويشوف ازاي الجراح بيشتغل. ينفع تبقى جراح من غير ما تخش قط العمليات ولا تدرس في كل الطب. اه? تبقى حلاء لكن مش هتبقى مع جراح. تبقى حلاء بس. وربنا لخص لنا المسألة في حديث سيدنا جبريل. سيدنا جبريل ده جاه في ايه? قبل وفاة النبي بعدة شهور. عشان يلخص لنا الحكاية. جاه في صورة رجل. اشتاديد شوادس اه الشعر. اشتاديد ايه بيادس لا يعرفه من احد. في صورة طالب علم. غريب. جاي يسأل من الشيخ ويتعلم. فهمت? يبقى كده هو. هي دي. كن زي سيدنا جبريل اطلب العلم من الشيخ في شبابك. وتغرب من اجل ذلك بعد ما تأخذ علم بلدك. عشان قال لا يعرفه من احد. فهمت بقى ازاي دليل انه متغرب. جاي غريب. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم انا لك محب. فبحق عليك كن لي محبا. ما معنى قولوا فبحق. حق الربوبية ان خلقتك ورزقتك وارسلتلك حبيبي عشان يدلك علي. ما ارسلتلكش اي حد. لان ارسلتلك اغلى واحد خلقته. عشان انت غالي عندي. فهمت ازاي ادي كل حاجة. فبحق ما انعمت به عليك بذلك كل. كل محبا. لان القلوب جبلت على حب من احسن اليها. وهل لها تطبيق في الواقع ام انها جملة حال تحس. لها تطبيق في الواقع طبعا. ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى احب اليك من كل شيء. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو مظهر بقى الربوبية في الاكوان. احب اليك من كل شيء. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. فمظهرها كده. فلما يتحقق الحب في القلب تجد ايه الطاعة في الجوارح.